صندوق النقد الدولي وفي تقرير حديث له توقع أن يتراجع الاقتصاد الإيراني بنسبة 6% تحت وطأة العقوبات الاقتصادية المفروضة على تهران وكذلك احتمالية وصول التضخم إلى 40% خلال العام الجاري سيطرة الحرس الثوري على أنشطة اقتصادية عدة في البلاد كصناعات النفط والغاز والمناجم والتجارة الخارجية والبنوك وغيرها تعتبر أيضا من أبرز المعالم التي جعلت الاقتصاد الإيراني يتراجع يضاف إلى ذلك إنفاق النظام مليارات الدولارات على أذرعه الإرهابية في الخارج أبرزها ميليشيات الحوثي في اليمن وميليشي حزب الله في لبنان وكذلك في سوريا والعراق يأتي هذا مع كشف السفارة الأمريكية في العراق عن ثروة مرشد إيران التي بلغت 200 مليار دولار أمريكي في ظل الفساد المستشري في البلاد والفقر الذي يرزح تحته الإيرانيون وفي ظل التطبيق الصارم للعقوبات الأمريكية الجديدة على النفط والبنوك في إيران توقع خبراء اقتصاد تزايد وطيرة الاحتجاجات في الشارع الذي يعاني منذ نحو أربعة عقود الفقر والجوع والبطالة والقمع والفساد في أجهزة الحكم والأمن والجيش توني مزرعاني العربية